بناء على التكليف السامي لحضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم حفظه الله ورعاه ترأس صاحب السمو السيد أسعد بن طارق آل سعيد نائب رئيس الوزراء لشؤون العلاقات والتعاون الدولي والممثل الخاص لجلالة السلطان اليوم وبدأ سلطنة عمال المشارك في مؤتمر القمة العربية لدورتها العادية الثالثة والثلاثين التي عقدت اليوم في العاصمة البحرينية المنامة وتبحث هذه القمة مواجهة التحديات السياسية والأمنية التي تشهدها المنطقة العربية وعلى رأسها تطورات القضية الفلسطينية والحرب الإسرائيلية المستمرة على قطاع غزة كما تتناول القمة تعزيز التعاون بين الدول العربية في مختلف الجوانب الاقتصادية والتنموية بما يحقق تطلعات الشعوب العربية في التقدم والازدهار